طيب تعالوا بقى حضرات ناخد فكرة كده سريعا عن الدوريات الاوروبية المختلفة وبذات الدولة الانجليزية لان الحقيقة نجومنا العرب عاملين شغل زي الفول تعالوا نبتدي بابننا محمد صلاح قاد محمد صلاح نجم ليفر بول فريقه للفوز بنتيجة 1-0 على براندفورد وطبعا سجل صلاح هدف المباراة في الديئة 13 ليرفع رصيد اهداف وهذا الموسم الى 30 هدف في كافة البطولات وبكده اصبح صلاح هو تامن لاعب بيسجل 100 هدف لفريق ليفر بول على ملعب آنفيلد وكمان اصبح اول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 9 مباراة متتالية في كافة البطولات على ملعب آنفيلد كمان كان هذا الهدف هو الهدف رقم 186 لصلاح مع ليفر بول ليصبح خامس الهدفين التاريخيين للنادي مناصفة مع ستيفان جيرار طبعا كمان ده الانتصار السادس على التوالي لفريق ليفر بول في الدوري وبالفوز ده رفع ليفر بول رصيده ل 62 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط خلف منشستر يونيتد اللي حيواجه بالمناسبة وست هام النهاردة فيما توقف رصيد برينفورد عند النقطة 50 في المركز التاسع طيب ده بالنسبة لمحمد صلاح وبالنسبة ليفر بول